في المستهل ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء بمقر رئاسة الجمهورية الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي تم فيه التنصيب الرسمي للحكومة وعرض الوزير الأول حول اقتراحات تكييف تدابير الصحية المتعلقة بالنظام الوقاية من انتشار كوفيد 19 إضافة إلى عدد من العروض تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمرانية والتجارة وترقية الصادرات وقطاع الموارد المائية والأمن المائي استهل سيد الرئيس الاجتماع بالترحيب بسادة الوزراء الجدد ضمن الحكومة متمنيا لهم التوفيق في مهامهم ودعيا من ثم تثبيتهم في مناصبهم إلى مضاعفة الجهود للخروج من نمط التسيير بالتركيز على الجزئيات إلى خلق حركية اقتصادية وطنية خلاقة للثروة بتكثيف التشاور والتنسيق بين أعضاء الحكومة تحقيقا لحلول ناجعة لمشاكل وانشغالات المواطنين كما طمأن السيد الرئيس الجمهورية بخصوص الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد وذلك بعدم تسجيل أي تذبذب في تموين السوق وقدرة الجزائر على اقتناء كل المستلزمات الضرورية لموجهة أي أزمة طارئة ومستدلا بعدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية خلافا لكثير من التوقعات التي حددت نهاية 2020 وبداية سنة 2021 وواحد وعشرين موعدا لشروع الجزائر في اللجوء إليها وشدد سيد الرئيس على ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزا لسيادة الجزائر وحثا على العمل ولا شيء غير العمل لتحقيق ديمومة هذا المبدأ كما طمأن سيد الرئيس بخصوص مستوى احتياطي الصرف والذي يبلغ حاليا 44 مليار دولار مقابل 53 مليار دولار نهاية سنة 2019 بعد تسجيل الإشهاد بالتنصيب الرسمي للحكومة وعرض جدول أعمال مجلس الوزراء وعط سيد الرئيس الكلمة للوزير الأول وذلك لعرض اقتراحات تكييف تدابير الصحية المتعلقة بالنظام الوقاية من انتشار كوفيد 19 ليزدي سيد الرئيس الجمهوري عقب ذلك التوجهات التالية تثمين الإقبال الكبير للمواطنين على التلقيح أو لتحقيق مناعة جماعية مضاعفة عمليات التحسيس الإعلامي على أوسع نطاق ممكن لرفع نسبة التلقيح وطنيا رفع نسبة التلقيح أكثر في الولايات ذات الكثفة السكانية الكبيرة باعتبارها الولايات الأولى لمصادر العدوى وتحديد هدف فوري لتلقيح 2.5 مليون شخص في العاصمة وبنسبة 50% من سكاني ولايات وهران قسنطينا سطيف وورغلا استكملوا عمليات تلقيح أعوان الإدارات وطنيا ومحليا رفعوا مساوى الصرام الوقائية إلى أعلى المساويات خاصة في الفضاءات التجارية المغلقة التي تعتبر المصدر الأول للعدوى العودة لنظام الحجر الصحي بدءا من الساعة الثامنة مساء إلى غاية السادسة صباحا في الولايات الأكثر تضررا تحسين تسير مخزون وإنتاج الأكسجين والتحلي بالهدوء وعدم الارتباك خلال عمليات التوزيع والاستعمال خلال الإقبال العالي للمرضى على المصالح الاستشفائية خاصة وأن طاقة استعاب المرضى لم تتجاوز 56% إطلاقوا عملية كبرى فورا لصيانة وتجديد منشآت وأجهزة تموين بالأكسجين بالمؤسسات الاستشفائية اقتناء وحدات إنتاج متنقلة للأكسجين فورا دعما للمستشفيات الكبرى لتوفير هذه المادة الحيوية مما سيساعدها على الإنتاج الذاتي مما تحتاجه من أكسجين وصول الدفع الأولى من مكثفات الأكسجين للاستعمال الفردي اليوم والمقدرة بألف وخمسون وحدة على أن تصل إلى تسعة ألاف وحدة تدريجيا في غضون أسبوعين في قطاع الداخلية ضرورة والتصدي بكل حزم للمحاولات المتكررة للتخريب بهدف تركيع الاقتصاد الوطني وخلق الندرة بنشر الارتباك بين المواطنين والتي تعتمدها منظمات إرهابية باتت معروفة التحضير لمشروع قانون أرادع بخصوص جرائم حرق الغابات ومحاولات تخريب الاقتصاد الوطني قد تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا مستثنة من إجراءات العفو والمؤبد في حال تسبب الحريق في إزهاق الأرواح في قطاع التجارة إنشاء لجنة وطنية مسغرة لتسير مخزون الإعانات والمساعدات الغذائية داخليا وخارجيا في قطاع المواردية المائية والأمن المائي ضرورة الخروج بالقطاع إلى سياسة متبصرة نهائيا وفق مخطط متنساق وعلمي لإنتاج وتسير الموارد المائية توكيل مكتب دراسات أو لجنة مكونة من إطارات القطاع لإحصاء دقيق لعملية توزيع وسهلاك المياه من أجل تحكم أكبر الشروع في أقرب وقت ممكن لإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد قد تصل إلى خمس محطات كبرى تتجاوز قدرتها الإنتاجية ثلاثة ألاف أو ثلاثمائة ألف متر مكعب يوميا لكل محطة التنسيق المتواصل بين قطاعات الدفاع الوطني الطاقة والفلاحة والموارد المائية بغرض سياغة استراتيجية ناجعة ونهائية لحل أزمة المياه الاعتماد على السدود بنسبة 20% والمياه الجوفية بنسبة مماثلة وما تبقى من النسبة على مياه تحلية البحر كما كي لا يتم استنزاف المخزون الاستراتيجي الوطني للمياه انتهى بيان رئاسة الجمهورية وبعد الاجتماع أخذ السيد الرئيس صورة تذكرية مع أعضاء الحكومة جاغة ج TeleCH جلا جد